طيب النهاردة في مجموعة من المباريات سواء طبعا كاس العالم لكورة اليد المهتمين بيه بشكل كبير جدا ولعالم كله أنظاره على كاس العالم لكورة اليد لكن أيضا كمان النهاردة في إحدى مباريات الدوري العام في هذه اللحظات وأنا معاكم عن هوا مباشرة الزمالك بيلعب مع نادي اللالجونة وما زالت طبعا المباراة لسه في بدايتها والتعادل السلبي بين كلا الفريقين لكن كاس العالم لكرة اليدر طبعا متابعة حية جدا ولعالم كله أنظاره تجاه مصر في هذه البطولة الكبيرة الساعة 4.5 ممكن من نص ساعة اليابان كانت بتلاعب أنجولا والشوت الأول طبعا منذ لحظاتها قليلة اليابان متقدمة على أنجولا 14-12 لكن فيه أربع مباريات فيه توقيت واحد البحرين هيلعب مع الكونغو الجيمقراطية كرواتي هتلعب مع قطر وروجوي طبعا في مباراة مع كاب فيردي لكن طبعا عارفين كاب فيردي كان عنده مشكلة في مسألة إصابات الكورونا أسبانيا مع تونس الساعة 7 والساعة 9.5 فيه ثلاثة مباريات الدنمارك هتلعب مع الأرجنتين البرازيل هتلعب مع بولندا وفي الختام مباراة قوية جدا ألمانيا مع المجر طيب في مباراة الدول الإنجليزي والمنافسة قوية في الصدارة لكن النهاردة عندنا مباراتين الساعة 8 واستهام يونايتد علعب مع ويست بروميتش والساعة 10 أوروبا ليستر سيتي في مواجهة مع تشيلسي أيضا مباريات اليوم في الدوري الأسباني في سلاسة لقاءات ساعة 8 فيه مباراتين في توقيت واحد قادش هتلعب مع ليفينتي وبلد الوليد هتلعب مع إليتش وفي الختام الساعة 10.5 ديبرتيفو ألفش هتلعب مع إش بلي طبعا كلنا كنا بنتابع مباراة كأس مالك أسبانيا ما بين أتلتكو بالبا والريال وبرشلونا لكن طبعا الزعيمين الكرة الأسبانية الريال والبرشلونا خسروا كأس مالك أسبانيا لكن ما زالت هناك مباريات في الدوري في الفترة القادمة وأتلتكو مدريد المتصدر المسابقة بشكل كبير